إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون أي إن الله سبحانه وتعالى ما أغلق دونكم باب التو بل فتح لكم باب التو فقل لهم أي محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين تخلفوا عنك ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد من هؤلاء قوم أولي البأس الشديد اختلف كلام أهل العلم كلامهم فالسنين في هؤلاء فمنهم من قالهم أهل مكة أي عند فتح مكة بعد ذلك ومنهم من قال بل هم هوازن وغطفان وغيرها وهذا كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال بل هم بن حنيفة لهم أتباع مسيلمة الكذاب ومنهم من قال وهذا كان في أيام أبي بكر رضي الله عنه اللي هو قثال مسيلمة ومنهم من قال بال الفرس والروم واذا كان في أيام عمر ولعل الراجح والله أعلم هم بن حنيفة الذين أمر أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم في أيام خلافته فالله سبحانه وتعالى فتح الباب لهؤلاء مرة ثانية ستدعون إلى قوم من أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فهذا يدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب لأنه لم تذكر الجزي لم تذكر الجزي والله أعلم فإن تطيعي أتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل أي كما حدث منكم مرة في المرة الأولى سيحدث منكم في المرة السانية كما حدث اعتزار منكم في الحديبية فإن كررتم فإن الله يعزبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريد حرج الله سبحانه وتعالى استسنى من الذين تخلفوا عن القتال الأعمى والأعرج والمريد أما الأعمى فهي لازمة والأعرج لازمة يعني به عرج والأعمى كذلك سيظلها كذا إلا أن يشاء الله شيئا سبحانه وتعالى ولا على المريد حرج يعني اسم ولا على المريد المريد إم إن كان مرضا مؤقتا ولم يستطع أن يخرج معه في الغزب فإبقى عندما يبرأ بإذن الله يخرج ويسقط عزره إن كان مرضا مزمنا إبقى يدخل أيضا مع الأعمى ومع الأعرج فهؤلاء ليس عليهم اسم في التخلف وإن كنا علمنا أن هناك من الصحابة من كان به عرج وأيضا من كان أعمى وخرج للقتال وقد خرج ابن أم مكتوم رضي الله عنه في القادسية وهو أعمى يحمل راية المسلمين ويوجه الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء ليس عليهم حرج ومن ينطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما ينطع الله ورسوله إن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام من طاعة الله سبحانه وتعالى من ينطع الرسول فقد أطاع الله من ينطع الرسول فقد أطاع الله أطاع الله